بمئذنة طالت السحابة شامخة شمخ الفوارس وفسيفساء مستمدة من الأصالة الجزائرية الخالصة أضحى مسجد الجزائر هذا الصرح الإسلامي المتفرد مزاراً لأكبر الشخصية السياسية الوافدة التي وجدت فيه تفاصيل تعبر عن المرجعية الدينية الوسطية بالجزائر وعمراناً قل ما تجد نظيره في العالم جامع الجزائر الأعظم هو الجامع لكل القيم والمبادئ والمفاهيم في وطننا وفي عاصمتنا لكن هذا التوافد عليه من جميع الشخصيات شيء إيجابي جداً ولكن ينبغي أن يتبع من جانب المسجد بخطاب في المستوى واستقبال في المستوى ومحتوى للخطاب الإسلامي يكون في مستوى العالمية المنشودة مركز إشعاعي إسلامي وثقافي منح للجزائريين تمام العزة خاصة بالإبهار الذي رسم على محي زائره مهما اختلفت مناصبهم ومشاربهم وهو أيضاً بمثابة اللبنة التي أتمت البنيان أتمت الكرامة وأسمت العزة وأتمت الاستقلال وهو رمزية تدين الجزائريين يا محمد مبروك عليك جزائري رجعت ليك وهو الموقع عن تعفيل المحمدي وهو أيضاً أرضي بهذا الاسم لكانت قديمة اسمها رفجري كرد على الذين أرادوا أن تنصير الجزائر بل أرادوا تنصير إفريقيا في انتظار تفعيل الدور الكامل لمسجد الجزائر وفسح المجال أمام المصلين لممارسة الشعائر الإسلامية بين ثنياه يبقى هذا المعلم الناصب في ساحل الجزائر مدعاة للفخر لدى العامة وصائناً للمرجعية الدينية الوسطية ترجمة نانسي قنقر